بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أما بعد فاليوم نحن مع حلقة واش عرفتي واش عرفتي الفوائد اللي كينا في القسطال القسطال تعرف بأنه منذ القديم كي تستعمل واحد بجموعة دي الأمور اللي لها علاقة مباشرة مع بعض الأمراض اللي كتقيس الجسم ديال الإنسان فالقسطال العبدالور الكبير أنه كي يساهم في تعديل الخروج ديال الفضلات اللي كينا عندنا في الجهاز الهضمي الناس اللي كي يعانيهم القبض ممكن أن يستعملوا القسطال لماء في القسطال من الألياف هذه الألياف اللي كتحاول تجمع الماء وكتكون واحد الكم واحد لاماس قوية اللي كي يبغي الجسم الآن داك لما كتوصل لواحد المستوى كي يبغي تخلص من ذيك لاماس اللي كتكون في الجسم وبالتالي كي يحاول يخرج وكذلك كيلعب دور ديال أنه كي يشد للدهون الغير مرغوب فيها وكي يخليها تبقى لسقى في هذيك لاماس اللي كتكون في المصران وكذلك الخاصة في المصران الغليد وبالتالي كي يخرج للدهون الغير مرغوب فيها وكي يخلي فقط الدهون المفيدة هي اللي يدوز للدورة الدموية ثم ما بين الأمور اللي كينا كذلك في القسطال وهو كين فيه مادة البوتاسيوم والبوتاسيوم كتعرف الدور دياله أنه كي يعدل النسبة ديال الماء في الجسم ديال الإنسان وكي يعدل النسبة ديال ضغط الدم في الجسم ديال الإنسان وبالتالي كي يعدل الإمكانيات ديال أن القلب كي يشتغل بوحدة الأرياحية كبيرة وكبيرة جدا إضافة أنه كي يعمل دور ديال أنه كي يساهم في الرفع من المستوى ديال المناعة ديال جسم الإنسان وكذلك لكي يخلي الماء يبقى مشدود في الجسم ديال الإنسان بوحدة المدة طويلة خاصة الناس اللي عندهم مشكلة ديال التبول والناس اللي عندهم مشكلة ديال التبول لا إراضي والناس اللي كي ينوضوا بزاف ديال المرات بالليل ممكن أنهم يخدوا القسطان لأنه لهم من الفوائد في أنه يعني يخلي الماء أو السوائل في الجسم الإنسان فقبل أن الإنسان يأخذ الماء ديال القسطال واحدة مئة جرام ولا مئتين جرام ويسلقها في طرو ديال الماء وثم يشرب ذاك الماء ديال القسطال ويأخذ من ذاك الفروي أو الداخل ديال القسطال يأكله فهذا هو بجوج الغناء ديالهم بهذا المواد اللي تكلمنا عليها غتخلي شيء ما الماء ديال الإنسان مستقر في الدات دياله وبالتالي كيدوز الليل دياله بدون مشاكل فالآن الناس اللي عندهم التبول لأيراضي غالبا في الحلقة الماضية كنت كان قول لهم يستعملوا القسطال الآن هنتم غير تشوفوا القسطال والشكل دياله باش حتى اللي بغي يشريه يمشي يعرف مباشرة عن الناس اللي كيبيعوا الزريعة ونس اللي كيبيعوا ديال الفواكه الجافة يقول لي يعطيني القسطال باش يستعملوا لهذا الأغراض اللي تكلمنا عليها قلنا أن القسطال كيتشرب وكذلك القسطال كيتكال ثم بعد ذلك نقولوا الوليدات ديالنا قبل ما ينعسوه يخرج الملحات ويخوي المتانة دياله من هذا البول اللي كان فيها يعني يمشي تبول في الليل ثم ياخد ليه شيء من العسل وشوية ديال الملحة وياخد ليه من السمن أو لا ولا زبدة ديال الكوكو هم كيلعبوا دور ديال أنهم كيخليوا الماء داخل الجسم ديال إنسان ثم طيب طيب الحال كيكون شرب هذك القسطال ولا نخدا كذلك للفاكهة الداخلية دياله وبهالطريقة ممكن أنه ينعس ويبقى العملية ديال احتباس الماء داخل الجسم دياله للكامل وبإذن الله ما يخرج يبقى يخرج كل مرة للطوالة ثم كذلك معهد الوصفة المتكاملة ممكن زيده شيء آخر لكيزوه ليلتهابات بتعاون مع القسطال القسطال كيلعب دور ديال أنه كيزوه ليلتهابات والقسطال كذلك مضاد الأكسادة القسطال يرمي جامع هذه الجدعات الحرة ويقدر يقمع الدربات الخطيرة اللي كاد جينا من الأحماض العضوية هذو كيحاول يحتويهم ثم بعد ذلك يرميهم إلى الخارج وما كيخليهمش يكونوا السبب في ظهور الالتهابات في الجسم ديالي وما كيخليهمش يكونوا السبب في تدمير الجدار ديال الخالية ديالي وكذلك العامل الويراتي ديالي وبالتالي كيبقى المتانة قوية وكذبقى الأحماض العضوية ما كتتتركمش فيها وبالتالي التهابات ما كيكونش والخروج المكتف بالليل ما كيبقاش وكيبقى الإنسان يرجع لحالة الطبيعية دياله ممكن مع هذا الأمر هذا يزيد شنو كيقولوا له العصر ديال العصر ديال الصبار فهو ثلاثة ديال مع الكبر في الصباح وثلاثة في الغدا وثلاثة في الليل كذلك من الأمور اللي كتتساهم في أن الناس اللي عندهم مشكلة ديال تابعوه فضل تحيات الدكتور محمد أحسين